برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك انطلقت اعمال منتدى الحكومة الالكترونية السادس الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجاءت نسخة المنتدى هذا العام بعنوان ادارة التغيير نحو الرقمية حيث تلاقش الفعالية اهمية رفع مستوى الخدمات الالكترونية في اجهزة الدولة وتوفير الخدمات المقدمة للمراجعين اضافة الى مواجهة الفساد وذلك من خلال انجاز المعاملات دون تدخل العنصر البشري اعتبره منصة لايصال التوجهات الحكومية والرسالة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والتتمثل في هذا العام في ادارة التغيير نحو الرقمية كما يسعدنا ان يحظى موضوع ومشروع الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية الاهتمام من القيادة السياسية ومن مجلس الوزراء ومن سمو رئيس مجلس الوزراء تحديده وما حصلناه من دعم منظر وجهود كفأة في تحقيق ما نصب إليه وانجاز ما نريد من خدمات الالكترونية حكومية متميزة تكون معاملاتية ومتصلة تخدم المواطن وتخدم قطاع الأعمال والمقيمين في دولة الكوين لعل شعار منتدى الحكومة الالكترونية لهذا العام يصلح ليكون إحدى ضرورات النجاح الأساسية لأي عمل نقوم به على الدوام سواء تعلق بتكنولوجيا المعلومات أو بغيرها فإدارة التغيير السليمة تشكل الضمان لتنفيذ خطط العمل بكفاءاته والتعامل الجيد مع المتغيرات الدائمة التي نتعرض لها خلال ذلك فإدارة التغيير السليمة تسهم في قدرتنا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب كما تسهم في نجاح المؤسسات بتحقيق أهدافها وتجنبها المطبات والعثرات خلال مسيرتها وتأخذ إدارة التغيير أبعاداً أعمق في عالم التكنولوجيا الذي لا تهدأ ظواهره ومنتجاته عن التغيير والتجديد وشركاته عند الاندماج والانفصال وهذا بحد ذاته يمثل عبءاً كبيراً على العاملين فيه لمواكبة التغيير والقيام بالاستخدام الأمثل لكل جديد في الوقت والمكان المناسبين